وفي سنة 1941 كان تاني اكبر مشروع تطوير في تاريخ الاهل عرضت مرة تانية فكرة انشاء حمام سباحة للنادي المرة الاولى قلناها قبل كده وكانت في جلسة 9 يوليو 1926 وطرح وقتها عضو النادي عبد الملك حمزة بيك مسألة مشروع انشاء حضل السباحة بالنادي ولما تعملت مؤيسة تكاليف بناء حمام السباحة كانت مرتفعة جدا فوق اي مساعدة متوقعة عشان كده اتأجل المشروع المرة التانية زي ما جه في جلسة 19 يوليو 1941 اقترح حضرة الاستاذ فكري ابا زابك الشروع في بناء حمام السباحة بالنادي وبعد ان استعرض المجلس الحالة المالية قرر تكوين لجنة من حضرات السيد داود راتب بيك والاستاذ فكري ابا زابك والسيد رياض شوقي لفحص الاقتراح من جميع وجوهه وتقديم مشروع بالمؤيسات الكاملة والمواصفات التي على اساسها يمكن ترحو في المناقصة انشاء حمام سباحة كان رغبة قوية لاعضاء الاهل علشان الاعضاء يمرسوا السباحة من ناحية ومن ناحية تانية لان فرق السباحة والعاب الماء اللي تكونت من سنتين تلاتة بتمارس تدريباتها ومسابقتها خارج النادي وكانت حمامات السباحة في القاهرة كلها معدودة القاهرة كان فيها حوالي تلات حمامات سباحة فقط وده لان تكلفة بناء حمام سباحة كبيرة جدا اكبر من طائب اي نادي ومع الانتشار السريع لممارسة السباحة عند طلبة المدارس وزيادة عدد الاندية الممارسة للسباحة والعاب الماء بقت الاندية والمدارس بتعاني في ترتيب موعيد للتدريب وكمان التحدي السباحة بيعاني لتنظيم مسابقته فاصبح انشاء حمام سباحة في النادي مطلب ضروري جدا رغم ارتفاع التكلفة الانشائية وبدأ عمل اللجنة اللي المجلس شكلها من ناحيتين الاولى تقديم مشروع بالمؤيسات الكاملة والمواصبات لحمام السباحة والتانية طرق تمويل بناء الحمام في الوقت ده كانت وزارة الشؤول الاجتماعية هي المسؤولة عن الرياضة بتدرس بناء حمام سباحة جديد وتشوف ايه افضل مكان يتم فيه بناء حمام السباحة بحيث يخدم طلبة المدارس وزورهم من ابناء الشعب وفكرت ان المكان الانسب هو النادي الاهلي عبد الحميد عبد الحق باشا وزير الشؤون الاجتماعية اتكلم مع جعفر ولي باشا رئيس الاهلي عن رغبة الوزارة في بناء حمام سباحة وليه ما يبقاش في النادي الاهلي انتوا عارفين الاول مين عبد الحميد عبد الحق باشا ده يبقى اخو استاذنا الفنان والملحن الكبير عبد العظيم عبد الحق عبد العظيم عبد الحق مسل اعمال كتيرة قوي ويمكن معظمها فاكرينها لغاية دلوقتي ولحن اغاني كتير منها اغنية مثلا اغنية رايداك لليلة مراد اكيد النغمة وكلها في ادننا ها اللي هي رايداك والنبي والنبي رايداك اظن على طول بتستعيدوا ايه الاغنية اول ما وعمل كمان اغنية مهمة جدا بنحبها اوي كانت لمحمد اندير اللي هي كان بيقول فيها ايه ساحب رمش ورد الباب كحلاه داب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب 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 ساحب وتحت الشجر يا وهي بقى يا مكلنا برطان وغرها وغرها الصدفة وحدها كانت سبب بقى في طلاق الرغبتين اللي هو رغبة عبد الحميد عبد الحق باشا ورغبة النادي الاهلي جعفر ولي باشا طلب من وزير الشؤول الاجتماعية ارسال خطاب للنادي الاهلي لبحث الطلب وشروط الوزارة لجنة حمام السباحة درست شروط الوزارة وتواصلت مع المسؤولين فيها ورفعت تقرير شامل كامل لمجلس الادارة ترجمة نانسي قنقر